السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد قيس عبدالغني خبير أسواق المال في فقرة التحليل الفني اليومية لأهم أزواج العملات ليوم الجمعة الموافق الواحد والعشرين من أغسطس من العام 2020 إذن أخواني العزاء سوف نتطرق لتحليل أهم أزواج العملات ونبدأ بزوج اليورو دولار ثم الدولار الأمريكي مقابل الليرا التركية وثم زوج الباوند دولار إذن نبدأ بتحليل زوج اليورو دولار على فريم الأربع ساعات لاحظنا أن السعر منذ الأمس فشل في كسر المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم والذي كون دعم متحرك منع السعر من الهبوط دونه وبدأ برد السعر في ظل وصور السعر إلى مناطق تشبع بيعية على مؤشر التذبذب بستوكستيك ومثل ما نلاحظ لا زال السعر يحاول اختراق وتأكيد اختراق منطقة المقاومة المحورية الماثلة عند سعر 1.18560 والواضحة أمامكم باللون الأحمر المتقطع إذن أخواني العزاء السيناريو لا زال مثل ما هو في التحليل السابق حيث أن السعر إذا تمكن من اختراق مستوى ال 1.18560 والثبات علىها فنتوقع عودة للسعر لعادة اختبار مستويات ال 1.19500 وال1.2000 أما في حال فشل السعر من اختراق هذه المنطقة القوية وبدأ بالهبوط دونها فسوف نلاحظ وسوف نشاهد السعر يعيد اختبار المتحرك لمدة 55 يوم مجددا على فريم الأربع ساعات وفي حال تمكن من كسره فسوف يعاود الدولار الأمريكي الهبوط مجددا إلى مستويات ال 1.17000 ويذكر أن الارتفاع الذي حصل يوم الأمس كان سببه نتائج مؤشرات سلبية على الدولار الأمريكي أهمها تداعيات الشكاوى من البطالة حيث كان التوقع إيجابي وطلعت النتائج سلبية بشكل غير متوقع وبشكل كبير جدا فهذه أثرت بشكل مباشر على الدولار وأيضا النتائج السلبية لمؤشر فلاديفيا للصناعات التحويلية كانت سلبية بينما كانت التوقعات إيجابية إذن حصل نوع من التصحيح على زوج اليورو دولار ولكن إلى الآن لازال مفتاح التداول هو مستوى سعر ال 1.18560 نتابع الإغلاقات والحركة السعرية على فريم الأربع ساعات من أجل تحديد اتجاه ومسار واضح لهذا الزوج إذن أخواني العزاء ننتقل إلى زوج آخر وهو زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية لاحظنا يوم الأمس بعد أن ثبت البنك المركزي التركي خبر الفائدة على الليرة التركية شاهدنا نوع من الصعود وإعادة اختبار المتوسط المتحرك الذي كان عبارة عن منطقة مقاومة عنيدة تلتقي مع منطقة المقاومة الماثلة عند 7.33 وتحدثنا في حال تمكن السعر من اختراق 7.33 والثبات علىها نتوقع عن يستهدف زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية مستويات 7.45 ولكن إلى الآن لم ينجح السعر في اختراق المتوسط المتحرك واختراق مستويات 7.33 وهذه إشارة سلبية نوعا ما ولكن نلاحظ أن السعر يحاول التداول بشكل عرضي متذبذب بشكل جانبي ضيق بالقرب من مستويات 7.33 وبالقرب من المتوسط المتحرك فنلاحظ حتى مؤشر التذبذب والستوكستيك يقترب من مستوى الخمسين وفي حال تمكن من كسره إلى الأسفل فقد نشاهد الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية يعاود الهبوط لمستويات 7.20 خلال التحركات السعرية على اليوم الحالي أما في حال أن السعر بدأ بالارتداد من مستوى الخمسين وبدأت في تكوين تقاطعات إيجابية إلى الأعلى فنتوقع له العودة لعادة اختبار المتوسط المتحرك وعادة اختبار 7.33 ولا نرجح استهداف مستوى 7.45 إلا باختراق 7.33 والثبات أعلىها فقط إذن أخواني العزاء هذه هي السيناريوهات المتوقعة لزوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية لليوم الحالي وفي حال وجود أي استفسارات يمكنكم مراسلتي عبر حسابي على تويتر الذي سوف أضعه لكم في صندوق الوصف وبإمكانكم عمل اشتراك في قناتي على اليوتيوب من أجل يصلكم كل تحديث أولاً بأول إذن أخواني العزاء ننتقل أخيراً إلى تحليل زوج الباوند أمام الدولار الأمريكي ومثل ما لاحظنا يوم الأمس تزامناً وتأثراً بالنتائج السلبية للدولار الأمريكي من مؤشر فيلاديفيا للصناعات التحويلية وأيضاً تداعيات الشكاوى من البطالة الذي أتت بشكل سلبي غير متوقع للدولار الأمريكي وسببت بنوع من الضعف لاحظنا أيضاً فنياً أن السعر فشل في تأكيد كسر المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم على ثريم الأربع ساعات ومثل ما تلاحظون كوّن كدعم متحرك فشل السعر في كسره وبدأ بالارتداد إلى الأعلى وحالياً السعر تمكن من الصعود أعلى مستويات الـ 1.31680 ويقترب من منطقة المقاومة القوية والمحورية الماثلة عند مستوى سعر 1.32700 إذن أخواني العزاء هذه المقاومة تمثل منطقة ارتدادية قوية جداً ونلاحظ أيضاً السعر بدأ يقترب من مناطق تشبع شرائية إذن أخواني العزاء في حال تمكن السعر من الثبات أسفل منطقة الـ 1.32700 نتوقع العودة للهبوط مجدداً لزوج الباوند دولار واستهداف مستويات الـ 1.31630 وقد يعاود أيضاً الهبوط إلى مستوى الـ 1.31000 ويعيد اختبار المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم مجدداً أما في حالة اختراق مستوى المقاومة الماثل عند 1.32700 قد نشاهد هذا الزوج يصعد ويستهدف مستويات الـ 1.3400 ولكن هذه المنطقة منطقة ارتدادية قوية جداً منطقة صعبة على اختراقها فنتوقع أن يصير السعر بشكل عرضي بالقرب منها ونتابع الإغلاقات هل سوف يبدأ السعر في الارتداد وفي حال بدأ في الارتداد سوف يستهدف المستويات المذكورة التي تنتهي بـ 1.31000 على المدى اليومي أما في حال أنه تمكن من الاختراق قد نشاهده اليوم يحلق إلى مستويات الـ 1.34000 ولا نغفل عن ذكر أنه سوف تصدر بعض البيانات الهامة على الباوند وهي الريتيل سيلز مبيعات التجزئة في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة وأيضاً مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي والمختلط الذي هو المركب وناهيك عن مبيعات التجزئة للدولار الأمريكي في تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة إذن أخواني العزاء هذه هي النظرة الفنية والسيناريو المتوقع وأشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني أطيب التحيات وفي أمان